وانتي ماشي في الطريق حسيتي بدوخة جالك هبوط مفاجئ وكان حيوخم عليك قمتي روحتي على طوله على الصيدلية علشان تقيسي الضغط بتاعك لقيتي الضغط بتاعك وقت السيناريو ده انا بشوفه كتير جدا وبيحصلي كل يوم في الصيدلية الحقيقة ان سبب الهبوط المفاجئ ده او سبب الضغط الواطي حاجات كتيرة هقولك على شوية حاجات لازم تعمليها علشان تحافظ على الضغط بتاعك من الهبوط والحاجات دي على مدار اليوم هتحافظ على الضغط بتاعك ان شاء الله وبإذن الله تعالى اول حاجة من الحاجات دي هي ان انتي لو ضغط قواتي يبقى لازم تكلي شوية املاح زيادة شوية يعني كلي مخلل حبة طبعا وتكوني متأكدة من مكان بتجيبي منه الحاجات المملحة دي تكلي اي حاجة مملحة بسكوت بالملح جبنة جبنة قريش او جبنة بيضة كل الحاجات دي بتساعد على ارتفاع ضغط الدم وان انتي ما ترهقيش نفسك زيادة عن اللزوم في الشغل او في اي مكان وثالث حاجة واهم حاجة بالنسبالي هي شرب المية شرب المية مهم جدا بالنسبالك لانه بيزود من حجم الدم بتاع جسمك فبالتالي بيزود من قوة الضغط بتاعت الدم على الجسم فبيعلي الضغط بتاع الجسم وكده دي شوية طرق تقدري تقي نفسك بيها من الهبوط المفاجئ وتقدري دايما كده وانتي ماشي في الشارع تبقي حتى معاك بسكوت بالملح معاك في جيبك كل ما تحس ان انتي هتدوخي تقومي مطلعة بسكوت طاق مثلا او اي بسكوت بالملح وتقومي وكلاه علشان نوع من النشويات اللي هتديلك طاقة سريعة وكمان فيها املاح فاللي هي هتزود معاك داخل الدم بشوية لحد ما تقدري ان انتي تروحي في البيت وتجلي وجبة كاملة اتمنى ان انا كنت ساعدتك بحاجة ولو صغيرة ولو استفدتي باي معلومة من الفيديو ده اعمل لي الرايك وشير وزباطي بالدنيا باعتيل كل صحباتك اللي بيغم عليهم ودائما نفتكري اي مشكلة دوائية توجهك اول حاجة تعملها هي تسألي سيدالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته